سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعلم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب في قناتكم المفضلة معلومات أسرار آخر الزمان النهاردة معنا مجموعة من الأحداث التي تدور حول العالم دائما نؤكد ونقول هذه الأحداث نتناولها من زاوية أحاديث ونبوءات آخر الزمان زوال التكنولوجيا اللي تكلمنا عنه في الأيام الماضية بيتحقق بقوة وإحنا أكدنا وقلنا أن زوال التكنولوجيا هو موضوع تدريجي بحت لأن الناس معتقدة أن زوال التكنولوجيا سوف يحدث فجأة هتصحى الناس من النوم هتلاقي الدنيا مضلمة مفيش قهرباء مفيش انترنت مفيش حركة طيران مفيش أقمار صناعية هكذا يتصور الكثير من الناس وده تصور طبعا بعيد عن الواقع كما صعدت التكنولوجيا تدريجيا سوف تزول تدريجيا والخبر اللي معانا بيأكد هذا الكلام عارفين أن الأقمار الصناعية من أهم مظاهر التكنولوجيا في العصر الحديث واللي بتتحكم دول كاملة في موضوع التكنولوجيا عن طريق الأقمار الصناعية ولا يخفى عليكم التجسس على الشعوب عن طريق الأقمار الصناعية وما يصاحبها من تقنيات الخبر بيقول لنا إيه باللغة الإنجليزية هجيب لك الخبر باللغة الإنجليزية وبعد كده هجيبه لك باللغة العربية الأقمار الصناعية خرجت عن السيطرة في العالم الأقمار الصناعية خرجت عن السيطرة خبر خطير جدا جدا شوف هذا الخبر باللغة العربية علشان تتأكد أن احنا وصلنا المرحلة وتطور خطير جدا جدا الأقمار الصناعية خرجت عن السيطرة بإيه؟ بسبب العواصف الشمسية طبعا بنقصين تأثيرات الطارق يعني العواصف الشمسية دي لازم تعرف أن بقلنا سنين طويلة بنتكلم عن عواصف شمسية والعواصف الشمسية دي بتأتي إلى الأرض يعني يعني يعتبر كل يوم فلماذا في هذا التوقيت يتكلمون عن خلل في الأقمار الصناعية بسبب العواصف الشمسية كل دي تأثيرات الطارق لازم تعرف ما وراء الخبر وما بين السطور عمره ما هيطلع يقولك أن دي تأثيرات الطارق فده خبر في منتهى الخطورة والأهمية عندنا خبر تاني بيتكلم وبيؤكد لنا أن الناس في أوروبا وأمريكا عارفين القادم يعلمون أن الطارق على الأبواب يعلمون أن النجم الطارق على الأبواب الخبر بيقول إيه؟ بيقول أن أكتر من مليون مواطن في أوروبا هيحاولوا يروحوا يهجروا أوروبا ويروحوا لتركيا طيب إيه السبب في الموضوع ده؟ تخيل بقى السبب إيه؟ قالك السبب أن بس في موجة بردة هتبقى جديدة قوي علينا الشتاء القادم طيب بالله عليك تخيل معايا هل أنت واحد قاعد في بلد تقدر تهجر البلد بتاعتك دي بسبب أن في برد جديد هيضرب البلد دي تقوم تهجرها وتروح لبلد تانية طبعا هذا السبب اللي بيعلنوه أما في الحقيقة فكر أنا عايزك تفكر أما في الحقيقة السبب ضربات الطارق اللي هم خلاص في أوروبا وأمريكا عرفوا أن هي على الأبواب عارفين كل حاجة استحالة يتركوا القارة بتاعتهم والبلد بتاعتهم بسبب موجة برد طبعا موضوع ده يعني بيبين لنا بوضوح أن الأمر قد اقترب وأن احنا على وشك وصول هذا الضيف أستقيل الزائر أستقيل اللي هيبقى خير لأهل الخير وشر على أهل الشر عايز برضو أتكلم عن التطبيق الهزلي اللي أرسلوا إلي الكثير من الأصدقاء كما يظهر صورة للتطبيق هذا التطبيق باختصار أيها الأحباب أنت بتقوله المكان بتاع النجم اللي أنت رصدت فيه النجم هو بيقولك اسم هذا النجم إيه فطبعا أول ما الناس اللي بيبحثوا في موضوع النجم اللي موجود دلوقتي في السماء واستخدموا هذا التطبيق خرج ليهم التطبيق وقال لهم ده كوكب المشترة نحن لا ننازع فيما هيّة هذا النجم ده الموضوع اللي أنا عايز أقرره وعيد وزيد فيه إحنا مش بنقول إن هذا النجم الذي ظهر في السماء هو النجم الطارق لا نثبت ولا ننفي بعيد وزيد في الكلام ده علشان فيه ناس تعتقد إن إحنا بنتبنى وجهة النظر إن هذا هو النجم الطارق ومباري حملت لكم حلقة وقلت لكم فيها رأبوا اقتران النجم مع القمر زي ما بيقولوا نهاية اقتران القمر مع المشترة إذا كان هذا هو النجم هو المشترة هيبقى يوم 15 فقلت لكم انتظروا ليوم 15 يعني يومين ولا حاجة الموضوع مش بعيد انتظروا ولكن الشيء اللي أنا عايز ألفت نظر الناس اللي بيتابعونا ومقتنعين بالكلام بتاعنا وأنا لا أوجه أي كلامي أي كلام للناس اللي غير مقتنعين لإننا ما فيش وقت للجدال وتضييع الوقت لازم تعرفوا حاجة مهمة فكرة وكالة ناسا أفكار وكالة ناسا لإما تصدقها كلها لإما تكذبها كلها بمعنى إيه؟ بمعنى إن الحقائق العلمية اللي هما بيذكروها بكل الأدوات بما فيها هذا التطبيق لإما تصدقها كلها لإما تكذبها كلها أنا بقول للناس هذه وكالة الخديعة الكبرى ومن ضمن أكبر أدوات الماسونية العالمية اللي بتغرب للناس فأفكارهم هو دوة رأيي ولن يتغير فمن تجيب لي تطبيق تابع لا يخرج من عباءة وكالة ناسا هذا التطبيق لا يخرج من عباءتها يعني ما هو فيه أزناب وأتباع لهذه الأفكار ففي الآخر تقول لي والله ناسا اللي إحنا بنكذبها بتقولك إن ده كوكب المشترة فطبعا ده كلام لا يقبله عقل لازم كلنا يعني لما نتكلم يبقى عندنا يعني نوع من أنواع الاتحاد في الأفكار مش انفصام ما ينفعش يبقى عندك انفصام في أفكارك أنت مع ناسا ولا ضد ناسا أنت مع ناسا يبقى تصدقها في كل حاجة أنت ضد أفكار وكالة ناسا يبقى أفكارها كاذبة الموضوع ده ما فيهوش إيه ما فيهوش كلام فطبعا هذا التطبيق لا يعتد به بالمرة ليه لا يعتد به بالمرة لأنه يخرج من ناس إحنا مش واثقين فيهم لأنه بيخرج من ناس كذبين كذبوا علينا كتير وقالوا لنا حقائق وصوروها لنا أن هي حقائق علمية وفي الحقيقة طلعت كذبات كثيرة جدا جدا وطبعا كلكم عارفين وخشوا على الكذبات الكثيرة لهذه الوكالة والموضوع مش محتاج للتفصيل فهذا التطبيق أيها الأحباب لا يعتد به بالمرة كلامي مش معناه أن أنا بدافع عن وجهة النظر أن هذا النجم هو الطارق افهم أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول أن هذا النجم إحنا مش متأكدين وقلنا نصبر لو لقينا النجم بعد يوم خمستاشر يبقى دامش المشترة وقلت إن مش معنا كده إن برضو نتأكد أن هذا النجم هو الطارق وبعيد الكلام ده وبكرره علشان في ناس يعني بتحاول تزايد علينا في هذا الموضوع طبعا أنا بوجه كلامي ده للأصدقاء اللي بيتجادلوا كثيرا في هذا الأمر وبيقولوا إحنا استخدمنا التطبيق فواحد يرد عليه يقولوا لا ده التطبيق ده ناس كذبين الثاني يقولوا لا صادقين عايزين نرد الأمر لإيه بقى للأحاديث النبوية قالت لنا إيه في موضوع النجم مع إن الأحاديث دي فيها ضعف ولكن إحنا اتفقنا إن في أحاديث لها شوال في الصحيح زي روايات عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروايات كلها صحيحة بتتكلم عن مواصفات لهذا النجم يبقى إحنا عشان نحدد هذا النجم هو النجم زو الزنب أم لا ما تقوليش بقى التليسكوب وما تقوليش التطبيق اللي تابع لوكالة ناسا ما تقوليش الكلام ده إنت عندك علامات وأمارات هل رأيت هذا النجم بوضوحه يعني الأعمى يشوفه هل رأيت تأثيرات كارثية لهذا النجم الجواب لا يبقى إذن إحنا منتظرين ومرتقبين إن إحنا نشوف هذه العلامات عرفتي ليه دايما بقولك وناس بتزعل إن موضوع أخبار علماء الفلك والتليسكوبات وناسا والكلام ده كله يعني ما ترك كس معها أوي خليك مع الأحاديث النبوية والروايات التي جاءت في هذا الخبر ده اللي أنا عايز أقوله للناس يعني باختصار شديد ألمانيا بتدعو مواطنيها لتخزين الطعام اتكلمنا عن تخزين الطعام وقلنا إن تخزين الطعام أصبح الآن حكومات دول تدعو إليه زي ما بيظهر الخبر أمامنا وفي المقطع إن في أماكن في ألمانيا بتلاقي يوفر بتدعو المواطنين لتخزين الطعام طبعا هذا الخبر كما يظهر أمامكم مقطع الفيديو بيبين لكم الموضوع بوضوح لأن في ناس بتقول لنا إحنا مش لقين ناكل وإحنا ما عندناش نخزن الطعام اجعل طعامك التسبيح والتهليل كما ذكرت الروايات والأحاديث اجعل طعامك التسبيح والتهليل والتحميد ما فيش مشكلة حد بيقولنا والله أنا خزنت الطعام وبقالي دلوقتي خمس ستة شهور وسنة وخزنت الطعام وسمعت كلامك وما حصلش حاجة هو أنا حددت ليك وقت معين إحنا بنتكلم على أزمات وفتن والطرابات ذكرت في أحاديث ما قبل المهدي وما قبل خروج الدجال هل أنا معي مفاتيح الغيب هل أنا معايا تحديدات زمنية معينة لهذا الأمر أنا بقولك والله الأحاديث النبوية بدأت أنها تتحقق طب إيه الجدول الزمني ما عنديش ما عنديش جدول زمني معين لأنني لا أستطيع أن أوقت وأن أحدد توقيتات لأنني لو حددت توقيتات وقلت في يوم كذا هيحصل كذا فإبقى أنا كده ابتعدت عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زي لسه الحلقة بتاعت مبارح كاتب في الحلقة في العنوان انتظر يوم خمستاشر لقيت حد بيقول أنت بتحدد توقيتات يعني يعني ناس اللي معانا في التعليقات بيردوا قلت لهم ردوا عليه قلولوا له إحنا مش بنحدد توقيتات ده إحنا بنقول يوم خمستاشر الاقتران بتاع القمر مع النجم اللي هما بيروع للمشترة لو لقينا يوم خمستاشر الموضوع انتهى يبقى فعلا ده كان المشترة اختفى لو ما لقناش كده هوت يبقى هذا ليس بكوكب المشترة ومش معنى كده إن هو برضو النجم الطارق ده اللي أنا قلته في التحديد التاريخ ففي ناس يعني عايزة إن هي تقرأ العنوان من غير من غير ما تتثبت وتقرأ المضمون وعلى فكرة كل الدول في العالم دلوقتي بتخزن الطعام على مستوى الحكومات انت مش بتسمع عن مصطلح اسمه الأمن الغذائي في كل الدول احنا لسه عندنا في مصر كانت الحكومة بتتكلم عن الأمن الغذائي وتأمين الغذاء للمواطنين مش ده اسمه تخزين للطعام فتخزين الطعام ده موضوع موجود منذ يعني آلاف السنين وذكر في القرآن في صورة يوسف في قصة سيدنا يوسف عليه السلام فهذا أمر غير مستغرب يعني هذا أمر تخزين الطعام ده أمر طبيعي جدا وبيحصل على فترات على مستوى العالم إما بتتعرض لأزمات اقتصادية ومادية كثيرة ولا نربطه بعام الجوع يعني عام الجوع حاجة وده حاجة أخرى والاتنين في نفس التوقيت بيؤدوا لاتجاه واحد ألا وهو تخزين الطعام آخر حاجة عايزة أقولها الأجواء غير الطبيعية بالمرة اللي موجودة في أمريكا وناس بترسل إليه وقعدين في أمريكا في ولاية تيكساس بالأسماء هو في كاليفورنيا بيتكلموا أن صافرات الإنذار بتدوي بصورة مستمرة وفي حالة غامضة جدا إيه اللي بيحصل في أمريكا إيه الخوف اللي أمريكا خايفة منه طبعا في اعتقادي الحدث الكوني وفي إحصائية بتقول لنا إن 64% من الشعب الأمريكي خايفين من حدوث حرب أهلية ركز بق أو حدث ما إيه هو ممكن الحدث الماء ده هو طبعا هو حدث كوني لأن هم عايشين في هذه الأجواء يعني ما تشوف الحرائق اللي مش عايزة تطفي في كاليفورنيا وفي عديد من الولايات وما تشوف إن الأعاصير الإعصار اللي جبته لكم من بارح في الحلقة اللي الناس بتقول الشعب الأمريكي يقول عمرنا ما شوفنا زيه وإنت طبعا قاعد هنا لا تملك إلا الإنكار المنكرين قاعدين بينكره أمريكان أكتر من الأمريكان خايفين على الشعب الأمريكي أكتر من الشعب الأمريكي سبحان الله لله في خلقه شؤون يعني مش عايز إن أنا أطول عليكم انتظرونا بإذن الله في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة بإذن الله مع حلقة هم جدا بنتكلم فيها عن ظاهرة مؤسفة حدثت منذ يوم بالتحديد وبتؤشر لنا أن الأمر قد اقترب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسونا من صالح الدعاء أنشر هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر